موسيقى العشرة بتوقيت جراناتش الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة نشرة اخبارية جديدة من دي ام سي اهلا بكم تحت شعار مصر بتتكلم حرفي تنطلق اليوم فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بمدينة العالمين في الساحل الشمالي لمدة شهر اقالت وزارة التضامن الاجتماعي ان المعرض يقام بمشاركة 250 عارضا على ثلاث مراحل حيث تستمر كل مرحلة على مدار عشرة ايام بمشاركة 80 عارضا مشيرة الى ان المعرضات تتضمن المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية من المنسوجات والمفروشات الارابسك والاكسسوارات المنزلية والكوريشي والنحاس والفضة ادى طلاب الثانوية العامة الشعب الادبية امتحان مادة التاريخ باجمالي مائتين وخمسة وخمسين الفا وثلاثمائة وثلاثة وخمسين طالبا داخل الفين ومائتين لجنة على مستوى الجمهورية وذلك وسط اجراءات احترازية مشددة كما ادى طلاب الثانوية للمكفوفين امتحان مادة علم النفس ومادة علم الاجتماع باجمالي مائتين وخمسة وعشرين الف طالبا فيما ادى طلاب الصف الثالث السنوي بمدارس ستيم اختبار مقاييس الجيولوجيا واختبار مقاييس الرياضيات التطبيقية اكد وزير الزراعة السيد القصير سعي الدولة لتطوير اداء القطاع السماكي في مصر والاستفادة من الميزة النسبية للمسطحات المائية في تلبية احتياجات البلاد من الاسماك وزيادة الصادرات المصرية اقال القصير ان مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السماكية المقرر عرضه على مجلس النواب يستهدف تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية شمال الدلتا وسيناء بالاضافة الى بحيرتي قارون وناصر والمسطحات والشواطئ المصرية على البحرين الاحمر والمتوسط وفقا لمعايير معتمدة تنظم عملية الانتاج والرقابة والقيمة المضافة اكدت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي توريد ستين الف طن بنجر لمصانع السكر بالمينيا والفيوم خلال اجازة عيد الاضحى المبارك وذكر تقرير لوزارة الزراعة انه تم حصاد ثلاثة الاف وخمسمائة فدان من محصول البنجر من اجمالي اربعة الاف فدان كان لمشروع غرب المينيا النصيب الاكبر منها يواصل مشروع غرب المينيا اسهاماته في الناتج الزراعي الذي حقق طفرة غير مسبوقة في الفترة الاخيرة المشروع الذي تبلغ مساحته نحو عشرين الف فدان وتستخدم في زرعاته احدث اساليب الري سواء بالرش او التلقيط كانت له النسبة الاكبر في عمليات توريد محصول البنجر وذلك من خلال توريد ستين الف طن بنجر لمصانع السكر بالمينيا والفيوم خلال اجازة عيد الاضحى المبارك فقط واشاد مسؤول وزارة الزراعة بجودة منتجات مشروع غرب المينيا حيث بلغت نسبته متوسط السكر في البنجر حوالي اثنين وعشرين في المائة وهي نسبة متميزة وواعدة مشروع غرب المينيا يتضمن ايضا مزرعة للانتاج الحيواني تحتوي على اكثر من 1300 رأس من افضل سلالات الجاموس المصري الايطالي المحسن وراثيا كما يشمل محطة حديثة للزراعة الالية بها احدث معدات الزراعة والحصاد واستصلاح الاراضي لخدمة المشروع والمواطنين والمستثمرين في المنطقة بالاضافة الى مزرعة بحثية تابعة لمعهد الاراضي بمركز البحوث الزراعية لاجراء التجارب البحثية وايضا بعض الصباب التابعة للادارة العامة للزراعات المحمية والمنزرعة بالخضروات المدير التنفيذي لمشروع غرب المينيا اشار الى انه تم زراعة 15 الف شجرة زيتون و55 الف شجرة جزورين على الرأي بالتنقيت بالتعاون مع جهاز تحسين الاراضي بالاضافة الى زراعة 60 الف فدان برسيم لخدمة مزرعة الانتاج الحيواني كما تم انشاء ميزان بيسكل ويجري انشاء محطة وقود لخدمة المشروع والمنطقة بالكامل واشاد بالتنسيق الكامل والتعاون المتميز مع جميع قطاعات الوزارة ومعاهد مركز البحوث الزراعية ومجلس المحاصيل السكرية وللمزيد من التفاصيل ينضم الينا الدكتور ايمن عشو مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية دكتور ايمن اهلا وبرحبا بك على شاشة ديمسي اهلا وسائلا يفهم دكتور ايمن يعني ما هي ارقام محصول البنجر في مصر بشكل عام هذا العام وبشكل خاص مشروع غرب المينيا وما هي دلالات هذه الارقام اذا ما قررناها بالاعوام السابقة هو طبعا بالنسبة للمقارنة احنا طبعا موضوع البنجر وزراعة البنجر في زيادة مبطاردة من سنة بعد سنة احنا دلوقتي عدينا حاجز 600 الف فدان بنجر منهم حوالي 4000 فدان هم اللي بتزرعوا في منطقة غرب المينيا دي طبعا زي ما حضرتك عارفين المنطقة دي منطقة حديثة الاستصلاح ارض جديدة خالص طبعا الانتاجية فيها طبعا ما بتبقاش زايدة من اول سنة ولكن عندنا الزيادة المبطاردة لان الارض بتبتدي يعني التدوب فيها الحياة اكثر فبالتالي عندنا يعني مؤشرات ايجابية جدا نحو زيادة الانتاج والانتاجية في غرب المينيا نعم سؤالي عن المتوقع لمشروع غرب المينيا تحديدا خلال الاعوام السابقة اذا تحدثنا عن هذا المشروع باعتباره مشروع حديث نأمل ان يكون له اثار ونتائج اكبر خلال الاعوام القادمة هو الحقيقة طبعا احنا بانجر السكر منذ دخوله لمصر في التمانينات في اوائل التمانينات كان تركيز الزراعة بتاعه موجود في منطقة الدلتا وشمال الدلتا وبعدين في خلال السنوات القليلة الماضية ابتدى يمتد الزراعة لحد ما وصلت لي محافظة المينيا محافظة المينيا طبعا احنا عندنا فيها محورين المحور اللي هو مشروع غرب المينيا وفيه عندنا محور تاني اللي هو مصنع القناة دوت برضو فيه من اكبر المصانع اللي انشأت او ما زالت تحت الانشاء في منطقة المينيا وطبعا المينيا جوها يعني يعتبر جو مناسب جدا لامتاج البنجر السكر لان طبعا احنا عارفين ان بنجر السكر محصول اساسا اوروبي فاحنا الرنج بتاع درجات الحرارة والظروف البيئية بيتراوح من الشمال اقصى الشمال اللي هي شمال البحر المتوسط لحد ما بنوصل لمنطقة المينيا فطبعا المتوقع ان الزيادة زي ما بقول لحضرتك الارض الحديثة المحصول بتاعها بيحصل له زيادة مضطربة سنة بعد سنة وطبعا دوت لان التربة تزداد خصوبتها وبالتالي بتأثر على الانتاج الكمي والانتاج النوعي في نفس الوقت للبنجر او للمحاصيل الاخرى المزروعين على مدار الاعوام الماضية على مدار فترات طويلة كان محصول بنجر السكر من المحاصيل المربحة للفلاح المصري دكتور ايمن هل ما زال الامر كما كان عليه في الماضي محصول عليه اقبال شديد من الفلاح المصري ورغبة في زراعته من اجل الحصول على الاموال بشكل اسرع وبشكل منتظم من مصانع السكر المختلفة؟ هو طبعا احنا عندنا المحاصيل السكرية اللي هي بتنقسم لقسمين الاصب والبنجر هي بتتميز عن المحاصيل الاخرى انها بنسميها محاصيل تعاقدية اذا فالفلاح لما بيزرع هو بايع المحصول بتاعه قبل ما بيزرعه لانه بيزرع صالح المصانع بتاعة السكر وبالتالي ما بقاش فيه مشاكل التسويق او التلعب في الاسعار او طبعا ده وتمدي للمحاصيل دي ميزة نسبية كبيرة جدا عن المحاصيل الاخرى الحاجة التانية ان المشروع الازراع عموما لما بتتعامل صح او المزارع بيستخدم التوصيات الصحيحة لازم تكون مرباحة فاحنا عندنا في البنجر مثلا فيه عندنا مزارعين بتوصل متوسطات انتاجهم لارقام فوق الممتازة وفيه مزارعين تانيين بيبقى ارقامهم اقل واقل ودوت طبعا على حسب مجهود المزارع في العناية بالزرع بتاعته واتباع الارشادات الزراعية الخاصة بوزارة الزراع ومعاهد البحوث المختلفة نعم ومنها معهد بحوث المحاصيل الزراعية دكتور ايمن عيش مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية شكرا جزيلا لك اعلنت وزارة الاسكان بدأ تسليم دفعة جديدة من اراضي الاسكان الاجتماعي بالحي السادس بمدينة ضمياط الجديدة اكدت الوزارة ان عمليات التسليم مستمرة حتى يوم السابع والعشرين من يوليو الجاري على ان يتم تخصيص يوم الثامن والعشرين من يوليو لتسليم قطع الاراضي لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة ودعت وزارة الاسكان الفائزين للتوجه لبنك التعمير والاسكان ثم المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة ضمياط الجديدة لانهاء اجراءات الاستلام اعلنت وزيرة الصحة والسكان هالا زايد ان هناك متابعة دقيقة من القيادة السياسية للوضع الوبائي الراهن في البلاد مؤكدة استنفار جميع اجهزة الدولة واستعدادها لمواجهة الموجة الحالية من كورونا واكدت الوزيرة تحديث الضوابط والاشتراتات والاجراءات الصحية التي يتم تطبيقها بالحجر الصحي بمنافذ دخول البلاد تزامنا مع المستجدات الخاصة بفيروس كورونا مشددة على المتابعة الدقيقة من قبل الدولة لما يحدث في العالم من حيث الرصد والمحازير واساليب العلاج والوقاية وفي نفس الوقت البحث العلمي وصولا للقاح آمن وفعال اعلنت وزارة التعاون الدولي ان بنك التعمير الالماني اتاح 41 مليون يورو ضمن برنامج مبادلة الديون لصالح وزارة التعليم لتنفيذ مبادرة التعليم الفني الشامل في مصر واشارت الى ان اتفاق التعليم الفني الشامل في مصر هو الاخير الذي يتم تمويله ضمن الشريحة الثانية من المرحلة الثانية لبرنامج مبادلة الديون بين مصر والمانيا حيث تبلغ القيمة الاجمالية للمرحلة الثانية 80 مليون يورو يتم من خلالها تنفيذ ثلاثة مشروعات تنموية في عدة قطاعات من بينها التعليم الفني والمهني اعلنت وزارة البيئة انشاء الشبكة القومية لرصد ملوثات الصرف الصناعي على البيئة المائية حيث يتم الزام جميع المنشآت التي تصرف على البيئة المائية برصد مكونات وملوثات البيئة دوريا واوضحت الوزارة انه تم ربط اولى المنشآت الصناعية بالشبكة القومية وهي لاحدى الشركات التي تصرف على بحيرة مريوت حيث تم ربطها بقاعدة بيانات الوزارة مؤكدة انه سيتم تباعا استكمال كافة المنشآت التي تصرف على المجاري المائية لربطها بالشبكة القومية لرصد ملوثات الصرف الصناعي استانفت كل من البنوك العاملة بالسوق المصرية والبرصة نشاطها في مواعيدها الاعتيادية وذلك بعد العودة من عطلات عيد الاطحى المبارك وفتحت البنوك ابوابها امام الجمهور في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الثالثة عصرا فيما بدأ عمل الموظفين اعتبارا من الثامنة صباحا وحتى الرابع عصرا وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا اعلنت هيئة الارصاد الجوية عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم ليسود تقص حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة ورطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة ورطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد مع ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين اثنين الى اربع درجات واشارت هيئة الارصاد الجوية الى ان التقص سيكون معتدلا رضبا ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الانحاء اعلنت السلطات السعودية جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين لعودة العمرة بدءا من اليوم عبر الحجز من تطبيق اعتمرنا واوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تسخير كامل قواها البشرية والالية لاستقبال المعتمرين والمصلين بكامل طاقتها الاستيعابية وفق الاجراءات الاحترازية مشيرة الى تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية التي تضمن عدم التقارب بين المصلين خلال الدخول والخروج وخلال تأديتهم للعمرة والصلاة المزيد من المتابعة ينضم الينا عبر الهاتف الشيخ سعد بن جميل القرشي مستشار رئيس شؤون الحرمين الشريفين ومستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية شيخ سعد اهلا ومرحبا بك على شاشة دي ام سي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ سعد اهلا بك شيخ سعد يعني على مدار الشهور الماضية تحاول المملكة العربية السعودية ان تقوم بالمعادلة الصعبة وهي الا تحرم اي من مسلم العالم من هذه الرغبة الكبيرة في العمرة او الحج وفي ذات التوقيت الحفاظ على صحة المسلمين الذين يتوافدون اليها من كل بقاع العالم كيف استطاعت المملكة حتى الان الحفاظ وعمل هذه المعادلة الصعبة بسم الله الرحمن الرحيم داخل وايضا ارتلت آلية المعتمرين من الخارج وسوف ان شاء الله تتم قدوم معتمري الداخل والخارج في خلال الاسبوعين القادمة للخارج وان شاء الله في الداخل بدأت من اليوم في استلام تربات اداء العمر للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك في ظل الاحترازات الصحية الكاملة في هذا الشأن والتي الحمد لله صارت لنا فيها من التجارب ومن الخبرة ما يقفي خلال العام الماضي بتطبيق جميع الاحترازات سواء من المعتمرين الذين هدوا في خلال الفترة الماضية اكثر من اربعة ملايين وخمسمائة الف معتمر وايضا حجاج بيت الله الحرام بهذا العام الذي ته حوالي السيسين الف معتمر وكانت ولله المنة والحمد جميع الامور على ما يرام ولم تتم تسجيل اي اصابة بكورونا في خلال هذه الفترة ولله الحمد والآن بدأنا تدريجيا كما بدأنا في الحاج تدريجيا الآن نبدأ تدريجيا في فتح باب العمرة للمعتمين من الداخل والخارجين نعم شيخ سعد هذا هو السؤال في الحقيقة المسؤولية في ظل جائحة كورونا اكبر واعظم والتكلفة ايضا اكثر يعني نتحدث عن تكلفة مادية نتحدث عن تكلفة معنوية نتحدث عن تكلفة بشرية وجهد كبير في ظل جائحة كورونا للوصول الى بر الامان بكل من يرغب في ان يحجي الى بيت الله الحرام او يعتمر ويأتي ضيفا على المملكة العربية السعودية حجم هذه التكلفة بشكل عام التي تتحملها المملكة خلال جائحة كورونا المملكة العربية السعودية والله الحمد منذ عصور قديمة لا تنظر الى الامور المادية في ظل سلامة واحترازات والامور التي تأمن عملية الصحة سواء للمواطن او للمقيم او للزائر او للمعتمر فهذه هي الدرجة الاولى لدى المملكة العربية السعودية ان تحافظ على المعتمر لا تألو جهدا في سبيل اذا تنفق الغالي والنفيس في سبيل هذه الامور التي ولله المنة والحمد تعود بالنفع على المسلمين وهي ولله الحمد هذه الامر لا ترغب في ان تحقق مكاسب مادية سواء من الحجة او العمرة او الزيارة من اراد القدوم الى هذه البلاد فاهلا وسهلا به وعلى الرحب والسعى بدون النظر للامور المادية وما هي تكفتها نعم الشيخ سعد بن جميل القراشي مستشار رئيس شؤون الحرمين الشريفين ومستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بسعادية شكرا جزيلا لك رياضيا تعرض المنتخب المصري الولمبي لكرة القدم للخسارة الاولى في ثاني مبارياته بدورة الالعاب الاولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية توكيو سجل منتخب الارجنتين هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني للمباراة ليحرز بذلك نقطته الاولى بعدما تعرض للخسارة في مباراته الاولى امام استراليا وبذلك يتوقف رصيد منتخب مصر الاولمبي عند نقطة واحدة حصل عليها من تعادل سلبي امام اسبانيا في المباراة الافتتاحية ويلتقي منتخب مصر في مباراته الثالثة والاخيرة في دور المجموعات امام نظيره الاسترالي الاربعاء المقبل حقق السباح التونسي الشاب احمد ايوب الحفناوي انجازا رائعا باحرازه ذهبية سباق اربعمائة متر حرة صباح اليوم في اولمبياد توكيو وسجل الحفناوي صاحب الثمانية عشر عاما زمنا قدره ثلاث دقائق وثلاث واربعين ثانية وستة وثلاثين جزءا من الثانية وهو ثالث افضل توقيت هذه السنة متقدما على الاسترالي جاك ماكلافين بفارق ستة عشر جزءا من الثانية والامريكي كيران سميس بفارق ثمانية وخمسين جزءا من الثانية محليا يلتقي الاهلي مع نظيره الانتاج الحربي اليوم في تمام السابعة مساء على استاد السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز ويسعى الاهلي بقيادة مدربه الجنوب افريقي بيتسو موسيماني لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم بعد التعادل واحد واحد امام البنك الاهلي في الجولة الماضية من بطولة الدوري في المقابل يطبح الانتاج الحربي بقيادة مديره الفني احمد كشري في تحقيق نتيجة ايجابية امام الاهلي للتمسك بحلم البقاء في الدوري الممتاز الموسم المقبل الى هنا نصل الى ختام النشرة دمتم في امان الله